جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنسابي جيل فريد صاغ أسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم من لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فمع نجم جديد سطع في سماء هذه الأمة واستحق أن يتبوأ مرتبة النجومية بصدق وحق إنه الرجل الثاني في هذه الأمة المباركة بعد نجم النجوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنه أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي من بني عدي القراشي من قريش والذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب مع أو في كعب بن لؤي بن غالب أبو حفص عمر بن الخطاب لقبه الفاروق ولقب بهذا لأنه رضي الله عنه لما أسلم كان إسلامه فرقانا بين الإيمان وبين الكفر ولد رضي الله عنه في السنة الثالث عشر بعد عام الفيل إذن هو يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة عاش الجاهلية وكان يقرأ وكان يرعى الغنم لوالده الخطاب كما كان يرعى الغنم لخالاته من بني مخزوم وعرف حقيقة الجاهلية وسبر أغوارها فلما أسلم رضي الله عنه ذاق حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان ورأى الفرق الواسع والبون الشاسع بين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك ولما أسلم رضي الله عنه تفقها وحسن إسلامه وشميله حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحق وصدق خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه وهو القائل عن تجربة رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ومقصوده رضي الله عنه أن المؤمن ينبغي له أن يعرف الحق ويعرف ضده الباظل وأن يعرف الإيمان وأن يعرف الكفر ضده وأن يعرف أيضا التوحيد ويعرف الشرك ضده لماذا؟ لأن الأشياء لا تعرف إلا بمعرفة ضدها أي لا تكمل معرفتها إلا إذا عرفنا أضدادها وكما قال القائل وبذدها تتبين الأشياء وفي هذا الصدد يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشرب مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني رأى حذيفة أن الصحابة رضي الله عنه قد كافوه في جانب السؤال عن الخير فرأى أنه يسأل عن الشر حتى تكمل المعرفة وحتى يكمل البيان فمن عرف الخير وحده قد يقع في الشر من حيث لا يدري والقائل يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه لإسلام عمر بن الخطاب قصة نذكرها باختصار إن الله عز وجل إذا أراد لنور الهداية أن ينفذ إلى قلب عبد من عباده فإنه لا يستطع أحد أن يحول بين هذا النور وبين ذلك العبد من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إن عمر بن الخطاب ذلكم الرجل الشديد الذي كان يسيء إلى المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا في أول من آمن ومن من أساء إليهم هذه المرأة المباركة وهي أم عبد الله بنت حنثما أرادت أن تخرج مع زوجها وبعض المهاجرين إلى الحبشة فقال لها يا أم عبد الله إلى أين قال تسألني وقد آذيتمون وقهرتمون قال وقد أطرق رأسه صاحبكم الله صاحبكم الله عمر بن الخطاب يقول هذا أم عبد الله بنت حنثمة لما جاء زوجها عامر بن ربيعة قاتله أتدري ماذا حصل اليوم بيني وبين عمر فقصت عليه القصة قال عامر بن ربيعة تريدين أن تقولي إن عمر بن الخطاب يريد أن يسلم والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب والخطاب هو أبوه ويقصد عامر بن ربيعة أنه يستحيل أن يسلم عمر ويستحيل أن يؤمن عمر لما أرف عنه من الشدة والأذية للمؤمنين والمؤمنات ولكن كانت هذه الواقعة هي بداية الهداية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقص عن نفسه أنه كان في يوم من الأيام في الكعبة المشرفة فسمع صرخة قال ما سمعت أشد منها في حياتي ثم سمع قائلا يقول يا جليح رجل نجيح ذو قول فصيح يقول لا إله إلا الله قال فاستيقظت من تلك الكلمة فلم ينشب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ودعى الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له عمر بن الخطاب يدخل على أخته فاطمة وكانت مؤمنة وسبقته بالإيمان وكان معها زوجها وكانت تقرأ من المصحف ولم يكن في ذلك الوقت المصحف كامل وإنما تقرأ صحائف فيها شيء من كتاب الله تبارك وتعالى فلما رأته أخفته تحت فخذها فقال ما هذا قالت القرآن قال ناوليني إياه لأنه كان يقرأ فقالت حتى تغتسل وحتى تتطهر لأنك مشرك نجس ولم تخف أخاها مع معرفتها ببأسه لأنها تخاف الله تعالى قال فاغتسلت ثم تناولت هذه الصحيفة فقرأت صورة طه قرأ صورة طه التي فيها قول البالي جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء فقرأ هذه الآيات فقال معلقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذا فرت قريش من هذا فرت قريش أي من هذا القرآن المعجز من هذا القرآن العظيم فرت قريش لأنها لا تستطيع أن تأتي بمثله ولا بعشر صور مثله ولا بصورة مثله فهو كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يقرأه أحد بصدق ولا يتله أحد بتدبر إلا وسرى إلى قلبه وجرى في عروقه وأثر في إيمانه وأخلاقه وسلوكه ثم وصل يقرأ القرآن الكريم حتى وصل إلى قول الباري جل شأنه إنني يا أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قال عمر رضي الله عنه حينها معلقا إن الذي تكلم بهذا أي بهذا الكلام وهو القرآن الكريم إن الذي تكلم بهذا لا يرضى أن يعبد غيره دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه وكان إسلامه إضافة إلى الإسلام والمسلمين كما سيأتي بيانه بعد حين ومن الأسباب التي أدت إلى إيمان عمر وإلى إسلامه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك من هم هذان الرجلان؟ الرجل الأول أبو جهل عمر بن هشام ورجل الثاني هو أبو حفص عمر بن الخطاب وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى عمر بن الخطاب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر أصحابه بنفسه له وهذا كنت قد ذكرته لكم لأبين لكم منزلة الصحابة رضي الله عنهم فهم اختيار من الله لخيرة خلقه عليه الصلاة والسلام اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختارهم الله عز وجل لسماع تلاوته ولسماع حديثه ولنقل شريعته عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين فهو لا يستطيع أن يختار أصحابه لنفسه ولكن كان يميل إلى عمر فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك وكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهداه الله تعالى إلى الإسلام وقيل فيه نزل قول البالي جل شأنه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا بالشرك والكفر فأحييناه بالتوحيد والإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ألا وهو نور الإيمان ونور السنة ونور الإلهام فعمر بن الخطاب كان رجلا ملهما على ما سأبينه لكم إن شاء الله تعالى في موضعه إن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إسلاما خاصا لأن الله أعز به الإسلام والمسلمين يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر صار الصحابة بعد إسلام عمر يعلنون عن إسلامهم ويصلون عند الكعبة المشرفة ويطوفون بها ويصرحون بأنهم مسلمون ولا يخافون لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعزى هؤلاء أعزى الله تعالى هؤلاء بإسلامه وهو القائل بأبيه وأمه رضي الله عنه إن كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله قال هذه الكلمة لو لما فتح بيت المقدس ولما استرد المسجد الأقصى من قبضة النصارى قال هذه الكلمة إن كنا أذل الناس أو إن كنا أذل قوم فأعزنا الله تعالى بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وهي كلمة في الحقيقة ينبغي أن يتذكرها كل مسلم فالعزة الحقيقية تكون بالتمسك بالإسلام وبالرجوع إليه لأنه الدين الكامل الذي رضيه الله لنا واختاره الله لنا قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هو عمر وهذه قصة إسلامه وقصة اهتدائه وبهذا نختم هذه الحلقة المباركة ونواصل في الحديث عن هذا النجم المبارك عن هذا النجم الصاطع والكوكب اللامع في الحلقات المقبلة أقول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكرم بآل البيت والأصحاب الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه ترجمة نانسي قنقر